اسم التجربة دوائر التوالي والتوازي الكهربائية الهدف من التجربة تصف العلاقة بين التيار وفرق الجهد والمقاومة في دائرة التوالي الكهربائية تلخص العلاقة بين التيار وفرق الجهد والمقاومة في دائرة التوازي الكهربائية تجمع بيانات حول التيار وفرق الجهد باستعمال أجهزة القياس الكهربائية تحسب مقاومة مصباح كهربائي من خلال بيانات فرق الجهد والتيار عناصر الامن والسلامة الخاصة بالتجربة لا تستعمل تيارا متناوب لانه قاتل الحذر عند استعمال الاسلاك ادوات التجربة مصدر قدرة قاعدة مصباح مصباحان كهربائيان صغيران اميتر فولت ميتر اسلاك نحاسية مزودة بمشابك فم التمساح خطوات اجراء التجربة نصل قاعدتي المصباح على التوالي بالاميتر ومصدر القدرة ونراعي التوصيل الصحيح للأقطاب عند وصل الاميتر نركب المصباحين في القاعدتين ونشغل مصدر القدرة ثم نضبط مصدر القدرة حتى تصبح اضاءة المصباحين خافتة نفصل احد المصباحين فنلاحظ انطفاء المصباح الاخر ايضا نركب المصباح مرة ثانية ونجد فرق الجهد بين طرفي النظام المكون من المصباحين وذلك بتوصيل الطرف الموجب للفولت ميتر بالطرف الموجب للدائرة والطرف السالب له بالطرف السالب للدائرة ونسجل القراءة نجد فرق الجهد بين طرفي كل مصباح بتوصيل الطرف الموجب للفولت ميتر بالطرف الموجب للمصباح والطرف السالب للفولت ميتر بالطرف السالب للمصباح ونكرر العملية للمصباح الآخر نصل للمصباح بمواقع مختلفة في دائرة التوالي ونسجل القراءات نصل قاعدتي المصباحين على أن تكون متصلتين على التوازي مع مصدر الجهد نفسه وأن تكون متصلتين على التوالي مع الأميتر نركب المصباحين في القاعدتين ونشغل مصدر القدرة ثم نضبط مصدر القدرة حتى تصبح إضاءة المصباحين خافتة ونسجل قراءات الأميتر نجد فرق الجهد عبر الدائرة كلها ثم عبر كل مصباح ونسجل القراءات نصل طرفي الفولت ميتر بطرفي أحد المصباحين ثم نفصل أحد المصباحين فنلاحظ توهج المصباح الآخر بدرجة أكبر نعيد تركيب المصباح الذي فصلناه في قاعدته ونفصل المصباح الآخر ونلاحظ توهج المصباح الموصول في الدائرة بدرجة أكبر نحسب التيار في دائرة التوالي والذي يساوي فرق جهد المصدر مقسوما على المقاومة المكافئة الجهد يساوي التيار ضرب المقاومة النتائج تصف العلاقة بين التيار وفرق الجهد والمقاومة في دائرة التوالي الكهربائية يكون التيار متساويا وجهد المصدر يساوي المجموعة الكلية للهبوطات في الجهد من خلال المصابيح والمقاومة الكلية تساوي مجموعة المقاومات الموصولة على التوالي أما في التوازي فيكون فرق الجهد مساويا بين طرفي أي عنصر والتيار الكلي يساوي مجموعة التيارات المرة في المقاومات كلها يستخدم الأميتر في قياس التيار المار في الدائرة أو في أي فرع منها وتكون مقاومة الأميتر دائما صغيرة جدا فضلا عن أنه يوصل دائما على التوالي في الدائرة الكهربائية يقيس الفولتميتر فرق الجهد بين طرفي أي جزء أو مجموعة أجزاء في الدائرة وتكون مقاومته دائما كبيرة جدا فضلا عن أنه يوصل دائما على التوازي بين طرفي الجزء المراد قياس جهده في الدائرة الكهربائية